السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ازا يقوم يا حباب قلبي عاملين ايه يا ربكم بخير وبصحة وانا سعادة كده فيديو النهاردة يا جماعة فيديو جميل جدا وعلي جدا في القيمة وهو بفضل الله طلب مني كتير جدا طلبت مني وقالت لي عبدالله عايزين طريقة قوية لحفظ القرآن الكريم هل في طريقة عبدالله تخليني احفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب ومغلطش فيه خالص ولا تلغبط فيه ساعتها جماعة بنلاقي ناس بيكونوا حافظين القرآن الكريم كاملا من غير يعني يدوبك حتى تسأله في الصورة وفي رقم الآية تلاقيه على طلب يقولها لك وتلاقيه حفظ القرآن عن ظهر قلب هل دي بتبقى منحة يا عبدالله ولا فيه طريقة قوية تخليني احفظ مش شرط القرآن الكريم احفظ اي حاجة بإذن الله جماعة النهاردة انا جاي لكم بمفاجأة وهي بفضل الله طريقة فعالة وقوية جدا لحفظ القرآن الكريم والحفظ ده جماعة يعني انت هتحفظ القرآن الكريم كاملا عن ظهر قلب اللي هتحفظ فيه القرآن الكريم بفضل الله يبقى في وقت قليل وهيبقى صفحة يوميا يعني انت هتحفظ صفحة يوميا بس بعد المدة اللي انا هحددها لك اللي انا هقول لك عليها يعني هتبقى حافظ القرآن الكريم كاملا وده تحدي يعني يا جماعة ده تحدي وده عن تجربة نحفظ القرآن الكريم إزاي عبد الله إيه الطريقة طبعا يا جماعة الطريقة دي علمية رحت يعني الطريقة دي علمية في البداية قبل ما أشرح لكم الطريقة أنا عايز أقول لكم حاجة في نوعين من أنواع الزاكرة في زاكرة اسمها زاكرة قصيرة المدى وفي زاكرة اسمها زاكرة طويلة المدى الزاكرة قصيرة المدى دي اللي أنت أول ما بتجي بتحفظ بتنسى بعدها على طول دي قصيرة المدى أما طويلة المدى فدي أنت ما بتحفظ بتطول معاك يعني مثلا ممكن تحفظ حاجة وبعد كم شهر بعد سنة بعد شهر بعد شهرين بعد المدة بتبقى فاكرها بالطريقة اللي انت هتقولها لنا دي عبدالله هتبقى في الزاكرة قصيرة المدى أو طويلة المدى أنا عايز أقولكم من المفاجأة ان الطريقة اللي هقولها لكم في حفظ الكران الكريم النهاردة هي ان احنا نستخدم فيها زاكرة طويلة المدى الطريقة دي عبدالله مميزاتها والله يا جماعة الطريقة دي أنا مجربها شخصيا وكنت مجربها أثناء دراستي في الكلية في حفظ الأبيات الشعرية انتوا عارفين طبعا يا جماعة ان الأبيات الشعرية صعبة يعني الأبيات الشعرية اللي هي أبيات الشعر ونحفظ 500 بيت شعري و700 بيت شعري و400 بيت شعري الكلام دي صعب جدا لان الشعر صعب الشعر ده نظم ونازم تحفظ البيت وتحفظ الأبيات بالترتيب فالشعر أصعب أما القرآن الكريم فالكلام سلس يعني القرآن الكريم والآيات سلسة سهلة سهلة الحفظ عشان كده يا جماعة بإذن الله الطريقة دي نافعة جدا وقوية جدا فوق ما تتوقعوا طيب نعمل الطريقة ازاي عبدالله بص يا جماعة خيروا الكلام ما قال له ودل انا هقول لكم دلوقتي على طريقة بفضل الله لو انتوا طبعتوها بإذن الله هتحفظوا القرآن الكريم كاملا دون نسيان عن ظهر القلب في مدة بفضل الله لن تتجاوز العام ونصف الناس هتقول لي عبدالله عام ونصف ده كتير اوي ماشي عام ونصف او دي يعني الى عامين بس انت تبقى حافظ القرآن الكريم كاملا عارف يعني ايه حافظ القرآن الكريم كاملا عن ظهر قلب حتى لو نسيت نقطة بس يا دوبا هترجع لها تلاقي نفسك حفظته على طول يا حباب قلبي ان انتوا هتبدأوا تحفظوا صفحة يوميا تمسيقوا القرآن الكريم وتحفظوا صفحة يوميا والصفحة اللي تحفظوها يوميا تكون قبل النوم يعني لازم قبل النوم على طول بحيث ان انت تحفظ الصفحة وتنام طب يشمعنا يا عبدالله لان اول ما بتحفظ وبتنام وده عن تجربة اثناء دراستي في الكلية اول ما بتحفظ وبتنام على طول العقل بتاعك بيخزن الايات اللي انت حفظتها والمعلومات اللي انت حفظتها في الزاكرة طويلة المدى وليست قصيرة المدى فهتلاقي نفسك الايات اللي انت حفظتها او الصفحة اللي انت حفظتها تسجلت في الزاكرة طويلة المدى فتذلك تفتكرها بعد سنوات وطبعا Mā ακولت يوميا واليوم اللي بعده يعني أنت حفزت النهاردة صفحة اليوم اللي بعده قبل ما تيجي تحفز قبل النوم برضو قبل ما تحفز الصفحة الجديدة ترجع على الصفحة الأولينية وتحفز الصفحة الجديدة واليوم اللي بعده ترجع على الصفحتين وتحفز الصفحة الجديدة طب فيه ناس بتقولي لأنا عبدالله براجع على حفظه بحفظ بس بعدها بهم الان ب Igoriki ب Shivreچ بышست تفعيله حتى لو نيسي القرآن الكريم Empire ITU راجر وحفظه كل في يومين في طريقه الآن تم ا HARF سوف تراجع مرة واحدة فقط التوراجع على الذي حفظته فم هلأ عن اسبوعه انتأغلذت 7 صفحات و يعطيت التوراجع على هذا الاسبوع لا عند انتهاء مرة مرة أخرى الاية لأنه الرجل لا بعد7 ايام بات راجع على enferمته وقالوا يومين على الكلام ده لحد ما تمتهوا من حفز القرآن الكريم كاملا وعставляوا معا سأخذ ما زأ للناس ك Jennifer 그 sarli أحفزتها مرة. ورجعتها مرة ثلاثة فالسبع الصفحات تنسوها. بعد .verb Standard ستكونوا بغاية تونت كران ، يعني لا تتجاوز العامين إلا واتجاوز نفسك beater القرآن الكريم كاملا. طب ناسها تقول لي يا عبدالله ما انا راجعت السبع صفحات اللي انا محفظتهم مرة واحدة بس. ماشي. بعد ما تخلصوا الحفظ. بعد ما هتخلصوا الحفظ. انت هتتفرغ. اما تيجي تراجع قراءة القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم. انت هتتفاجئ ان انت ممكن تراجع القرآن الكريم كله في اسبوع. ومش هتنسى انهائي يعني يا دوبك اول ما تقرأ السبع صفحات هتفتكرهم على طول. نفسك اما تيجي تراجع القرآن الكريم كاملا بعد ما تنتهي من الحفظ مش هتكمل اسبوع الا هتلاقي نفسك قدرت تراجع القرآن الكريم كله. فدي كانت طريقة نافعة وقوية جدا في الحفظ. ودي على فكرة جماعة تنفع للطلبة. يعني دي تحفزك اي معلومة مهما كانت. لان انت كده خزنت الايات والامور اللي انت قرأتها خزنتها في ذاكرة طويلة المدى. فدي كانت معلومة كده حبيتها تبيع احبابي واصدقائي عزاق جدا على قلبي وبكده يكون الفيديو خلص اتمنى وصفتكم الفيديو كده تعملوا لايك للفيديو وتدعو لي بالتوفيق اسأل الله ان يوفق كل ما نيرى هذا الفيديو ويحقق له كل ما يتمنى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته